مساء الخير لكل مشاهدين في قناة الصحة وجمال مساء الخير على كل مشاهدين برنامج دفتر أحوال برنامج دفتر أحوال دايماً بيناقش القضايا بيناقش المشكلات بيناقش كل تفاصيل تخص المواطن المصري وتعاملاته مع الجهات الحكومية دايماً بيقول على نفسنا حلقة وصل مع المؤسسات مؤسسات الدولة والمواطن عندنا مشاكل كتير على الصفحة عندنا مشاكل كتير بيبعتوها المتصلين ورسائل كثيرة جداً في كل المجالات المجال الصحي المجال الخدمي عموماً هو مجال طلبات يعني عندنا اتصالات كتير ورسائل عديدة في إطار الأسئلة والاستفسارات عن قطاع المعاشات والمعاشات الاستثنائية للفترة الاستثنائية اللي مصر عايشة فيها وهي فترة الكورونا بنرد على رسائل عادة ودائماً على صفحة دفتر أحوال اللي هي بالعربي على الفيسبوك دفتر أحوال وكمان بنكون موجودين معاكم في حلقة أسبوعياً لتناول اتصالات على الهواء من كل محافظات مصر برجع فكركم تاني أن أرقام ما موجودة على الشاشة في البرنامج للاتصال والمشاركة عبر الحلقة وكمان صفحة دفتر أحوال موجودة طوال الأسبوع وفريق عمل دائم ومستمر في الرد على الشكاوى والاستراسات والاستفسارات حابب النهاردة أتكلم في موضوع يمكن جلنا كتير جداً أسئلة بخصوصه يعني مش عايزة أقول فئة وإنما هقول هم فصيل ومن أهم الفصائل في المجتمع المصري وهم زاوي الهمم جلنا أسئلة كتير واستفسارات كتير ومواضيع كتير جداً عنهم ومدأ حقيتهم في العمل ومشاركتهم في الجهات والعمل في الجهات الحكومية والجهات الخاصة وإزاي دا يكون متاح؟ ما لقيناش حد يرد علينا في هذا الشق والمجال أكثر خبرة من الأستاذ حسام شاكر أمين عام لجنة زاوي الإعاقة بمجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر حابب أرحب بيه الأول وقبل ما نرهقه بالأسئلة والاستفسارات في هذا الشق برحب بحضرتك المهندس أهلا وسهلا مهندس حسام موارتنا النهاردة هنرهقك أسئلة كتير عن متحدي الإعاقة زاوي الهمم هم الأكثر تحملاً في المجتمعات وخاصة المجتمع المصري تحت أمور سيادتك مع حضرتك في أنت خليني أخوض يمكن على طول في أسئلة الصفحة اللي جات لنا يعني هسألك ليها مباشر إنما حابب قبل ما أتعمك معك في الأسئلة أقول لكل مشاهدين أي استفسار في هذا الشأن أرقامنا موجودة على الهوى للإتصال والسؤال المباشر للمهندس حسام شاكر اللي هيقدر يرد علينا بالخبرة والتعامل الحي في إطار القوانين اللي بتدعم زاوي الهمم أو متحدي الأواقع أسئلة كتير جداً مهندس حسام جات لنا بخصوص ما يسمى بالخمسة في المية تقريباً صح كده المسمى صح زي ما أنا قلت موضوع التوظيف لزاوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص ده هي نسبة الخمسة في المية عزين نفهم بس ونفهم يا المشاهد يعني إيه موضوع الخمسة في المية الأول هو بس ياتك طبعاً المفروض إن إحنا صدر قانون سنة 2018 قانون 10 اللي خاص بحقوق زاوي الإعاقة القانون دوت كانت أصدره في خمسة رئيسة عمفتاح السيسي وتلعمل برلمان القانون وتلقيته اللي هي التنفيذية القانون ده بيكلم عن إيه؟ بيكلم عن حقوق زاوي الإعاقة في كل المجالات من ضد الحاجات اللي تكلم فيها موضوع التوظيف إحنا طبعاً هستدرك مع حضرتك اللي أريد ده أقول لك القانون والحقوق المنوطة بتطبيقها زاوي الإعاقة فطبعاً أنت ستك بتدب أول موضوع اللي هو موضوع الخمسة في المية موضوع الخمسة في المية دوت هو أساساً كان موجود في القانون 79 من سنة 78 بتاع الحقوق زاوي الإعاقة لأنه ده اللي كانت عايزة أسأله حضرتك ده القانون ده أسمع أنه قديم قديم جداً قاله أكتر من 30 سنة بيقول للقانون إن إحنا أي مؤسسة في الدولة سواء قطع عام أو قطع خاص بيتحدد نسبة من عدد العاملين فيها بنسبة 5% للتوظيف لزاوي الإعاقة أي شخص بيفقد أي جزء من جسمه بيقدي أنه يقل النشاط الجزماني ده أو غشونات الزهنة ده فالخمسة في المية ده بتتحسب من عدد العاملين ويتضرب في الخمسة في المية يطلع العدد يعني إحنا مثلاً عندنا مؤنشقة فيها ألف عامل هنطلع خمسة في المية منهم يعني خمسين عامل هما دول اللي لازماً يتوظفوا في الشركة ده آه يعني كده فيما معناه للمهندس وسام شاكر آه شرحاً لقانون أو لمسألة الخمسة في المية آه الخاص بالمواقين هو إنه إذا مثلاً ضرب مثال هو حي جداً إذا مصنع مثلاً فيه ألف عامل شرط على صاحب المصنع إن كان حكومي أو خاص صح كده بالضبط يا خمسة إن كان حكومي أو خاص إنه يقوم بتوظيف خمسين عامل وهم خمسة في المية من قوام العدد العمال اللي عنده يكون من متحدي أو من زاوية الاعاقة صح كده بالضبط يا خمسة طبعاً بالنسبة للخمسة في المية ديت هي اشترطت إن إحنا طبعاً مش معقول إنه أي حد عشان هو عنده إعاقة أو عنده أي فقد في جسمه في أي جزء من جسمه إنه ما يخش المصنع أو المنشأة الحكومية حيتعين على طول لا طبعاً إنه الموضوع مش كده خالص بالضبط والموضوع إن إحنا عندنا زاو الإعاقة المفروض إنه هو بتعمله عملية تأهيل مهني بتقوم بيه وزارة التضامن تمام؟ إن كان متعلم أو معه شهادة جمعية أو معه شهادة متوسطة أو شهادة يعني أدنى شهادة مثلاً الإعدادية فهو بيتعمله حاجة اسمها دورة تأهيلية إيه الدورة تأهيلية دي على حسب المؤهل اللي هو وغده وعلى حسب الوظيفة المتقدم لها أكيد بالضبط كده بالضبط كده فالنهاردة واحد مثلا واخد بكاروس تجارة فالنهاردة هو يبقى كل الأعمال اللي هيقدر يشتغل فيها بأي شركة كتابية خاصة بالكتابية أو عملية حسابية برضو فيه بعض من زاو الإعاقة ما صدفوش الحظ وتعلم مهنة اتعلم نجارة اتعلم سباكة اتعلم حياطة فبرضو بيتعمله يؤهل لذلك بالضبط كده وبياخد شهادة اسمها شهادة التأهيل ودي شرط أساسي في عملية التعيين في المؤسسة أو في الكيان اللي هو هيروح فيه لازم يبحث على شهادة التأهيل دي والشهادة دي بيروح يقدمها للجهة اللي هو بيقدم على الوظيف فيها انه مؤهل بالضبط كده طب احنا بس احنا فيه لابس بيحصل عند الناس عشان برضو انا حابب عن طريق سيادتك واغمي بنامي عن طريق القناة ان انا وضح نسبة الخمسة في المية لانه ناس كتير جدا بيتهاجم الدولة بتحكم الحكومة يقول لك احنا معنا نسبة الخمسة في الم حاجة مستوفيها احنا نصدمين احنا مش بتعينين مهدوم حق لا هي الخمسة في المية المقصود بيها ان اي اعلان ينشر في جريدة رسمية او ينزل في صفحة او ينزل في مصنع المفروض يبقى في خمسة في المية من قوة هذا الاعلان من زاو الاعاقة لا افهم بالروح هقول لسيادتك النهاردة احنا اعلانت مدينة الانتاج الاعلامي عايزة موظفين جميل نزل الاعلان هم طلبين موظفين ميت موظف ميت موظف تمام في دخل صفحة كتيرة جدا جميل فالخمسة في المية هنا هتتوزع على الوظائف الموجودة مش مختلف معاك المحاسبين عشرة والاداريين عشرة وهكذا تمام يبقى انا هنا مرتبط بنزول اعلان لوظائف شغيرة عشان يستقو في نسبة الخمسة في المية دا غير الموجودين بالفعل من الخمسة في المية ما هو في الناس متعين بالزبت لكن هناürü لنا the 5 الناس ببصت يقولك انا خدت الشهادة بتاعت التأهيل فانا عدى اتعين من نسبة الخمسة في المية عينني قالت لسيادتك لا هو الخمسة في المية مرتبطة بان فيه وظائف شغيرة يعني لازم ينزل اعلان عشان يتقدم لوظيفة الخمسة في المية احنا ما اختلفناش اكيد اكيد في الوظائف وقت فتح التقدم للوظائف اه انت اصدك انه زاوي الهمم بيقولوا احنا احنا فرد فاشغلنا ايوة بالضبط انا جاي اتشغلنا انا معي انا عيني انا معي المؤاهل اهو التأهيل من الوزارة التضامن نزلني لصفته وعيني عيني طب ما انا عندي ما يكفي من القانون اصدي في مؤسسة او او منزلش ان انا منزلش قانون ان انا عندي وظائف شغيرة تمام فهي دي النقطة اللي تلتبس عند الاشخاص ذا والاعاقة هم ليهم وظائف ش حد بيديد ولا اعملهم عملية تصقيف على حقه او حقوقه اللي موجودة لدى الدولة او لدى المجتمع فهو النهاردة حيتوظف بالنسبة 5% لما ينزل اعلامنا تبقى للمؤهل بتاعه طبعا احنا الاول كان القانون بيخطف فئات محدودة من زاوي الاحتجاجات الخاصة بالنسبة 5% بالنسبة للاشخاص اللي عندهم اعاقة حركية بالاخص هما دول اللي كانوا يعتبر الخمسة في المية بتستوفى منهم يعني لان انت عافي الاعاقة فيها اعاقة بصرية واعاقة نظرية خد بالك انا انت ودتني لسؤال انا قريدي كان يعني يعني يحضرني انما ما ما سألتوش انت لو وجهتني ليه طبعا هل يقسم زاوي الهمم او زاوي الاعاقة لفئات اه طبعا احنا في الاول ما كانش القانون بيشمل اه فئات الاعاقة كلها وكان بيقاطب بالقانون اللي سنة 78 صدر الفئات اللي هي من زاوي الاعاقة اللي هي عندها اعاقة حركية او الكفيف او الاصام في اللي عنده في الاعاقة في الجزئية دي لما صدر القانون سنة 2018 فسيادة الرئيس في نسبة للقانون دي لما يقيه وصير اتصار اكتر من 13 نوع من الاعاقة يضموا لهذا القانون من دن الامراض اللي هي بيصنف ان الشخص اللي عنده فيها ان هو من زاوي الاعاقة امراض القلب والدم ودي كانت حاجة جديدة ايه ده دي بقى يعني يمكن معلومة اه معظم اللي موجودين وبيشوفونا ومعظم المصريين ما يعرفوش حاجة زي اه معلومة جديدة مهمة جدا اه انا بولي سيادتك المفروض ان احنا دور دي يشكر القانون الاعلام النهاردة بيغفل ان انا اقدر اوصل الناس اقول له القانون 10 ده وبيكتلم عن ايه دي يشكر القانون اللي اقره مجلس نواب بانه بيعتبر انه امراض مزمنة زي القلب او امراض الدم او امراض الدم او الاقزام يعتبرهم اه معاقين هم الاقزام ما كانوش محطوكين لا لا ما كانوش موجودين بيشملهم القانون بتاع زوال اعقا دي كانت غفلة جدير اه اضاف السنة دي اضاف في القانون يعني خليني لا ده انا بقايد ورا حضرتك لانه الكلام ده لازم ينزل بالصوت والصورة على صفحة البرنامج اه الاخزام اه امراض القلب امراض القلب امراض الدم والدم اه وبقى اخد حضرتك بقى الامراض الزهنية والامراض اللي هي الطف التوحد متلازمة دون سندروم ده يعني موجودين وصفا يا فندم كل حالة بالتوصيف بتاحها مش على سبيل المثال اطلاقا اما الاثنشر نوع موجودين كل حالة الاثنشر نوع دول مستجدين دولة اللي تضفوا على القانون على القانون اه فالنهار ده كل نوع من انواع الاعقدية بيبقى ليه اختبارات عشان تأكد ان الشخص فعلا عنده الاعقدية فبيتعمل له حاجة اسمها التقييم وظيفي عشان ياخد شهادة بتدل بالفعل على اعقده وليه شتى التأهيل فطبعا بيتعمل بعض الفحوصات وبعض الاختبارات على الشخص اللي بنوصفه ان هو عنده اعقدة ان انا بيتكشف عليه وبيتعمل له بعض الاختبارات المنصوصة عليها عالميا تعتبر ان انا اقدر احطه في زمرة الناس اللي عندها اعقدة ثم دخليني ده بيوديني سؤال صعب اقول سؤال صعب هل مش عارف عندك الاجابة دي ولا لا هل كان فيه عملية حصر للمعاقين في مصر او لزاو الهمم ما قبل القانون وما بعد القانون بالضبط لا كان موجود الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء كانت عمل اعداد في سنة 2015 ان احنا زاو الاعاقة في مصر وكان بيشمل الاعاقة الزهنية والاعاقة الحركية والصم والبق اللي هم اللي بيشملهم القانون القديم بالضبط كده صح ما هو ده اللي هنسأله بنسبة حوالي تمانية او تسعة تسعة مليون شخص معاقمن تسعة مليون شخص من الترتيب الديمغرافق للشعب المصري ده يعني رقم مش هين بالضبط لما جينا في تعالي بقى الفين وتمنتاشر بعد قانون العشر وعفين وتسعة عشر احنا وصلنا بالضبط كده اللي احنا هنسبت عدل خمستاشر في المية اتناشر في المية او تلاتراشر في المية من انتعداد الشعب المصري يعني بنتكلم في اربعتاشر مليون او خمستاشر مليون شخص من زاو الاعاقة معدل اربعتاشر مليون يعني اهو خبه لك انه مرضى القلب هم كثيرون يعني فكرة انا لما انا لانا يقاله سيادتك دوت بدون مرضى القلب وبدون الاقزام لا لا مانا ده اللي باسألك عليه مبعد حصر القانون عشر الالفين وتمنتاشر في عملية حصر جديد المفروض بيقوم بيها المركز لم يتم حتى وقتنا هذا الحصر احنا بنكتلم على الاعاقات اللي هي ظهرة وصدرة انما بالنسبة للقلبة او بالنسبة للامراض الدم ما تحصروش لسه العدد بتاعهم عشان يضاف على العدد الفعلي اظن يعني قبل مسألة الحصر يا مسألة توقع اظن يعدي لعشرين مليون يعني يفوق هذا الامر او يختارب من اه يختارب من الرقم ده لانه مرضى القلب كثيرون طبعا طبعا جدا في مصر طبعا اه خليني اروح لسؤال مهم جدا بس خليني اخد اتصال الاول استاذ باسيوني مسائل كيرا عليك مسائل كيرا فاندي اتفاضل لو سمحت والله انا ليه جريب اه شايد كيلة يعني كان مولود بمرض في الكيلة وعلى قصر وشان كيلة من الكليتين تمام بتسألنا هل يندرج تحت زاوي الاعاقة او لا صح؟ اه تمام يا اصل هو كان والده وكان موظف وبعدين اتوفى فهو اتحب ياخد المعاش بتاعه او كده فطبعا مكتب التأهيل الاجتماعي بمنغورد ما ما وافقش ان هو يستقبله يعني طيب خلينا الرد على حضرتك دلوقتي طيب ماشي بشكرك مشاهدي تكليم بسؤال برضو هو هل قانون الخمعاشرة اه قل اه وحط في الفئات مرضى او فاقدي الكلا؟ لا يا فندم القانون نفسي صريح صراحة وبنطوق النص الامراض القلب وامراض الدم امراض الكلا والحاجات الخاصة بالجهاز البولي تناسولي او البولي مش دخلة من دن التعديد لانها ما بتقصرش على الحالة البدنية او الجهد انه اصدك انه مريض الكلا بكل احواله بيعيش عادي بيعيش ويتعامل ويمزي المجهود يقارب للشخص الطبيعي انما احنا اللي عنده قلب مثلا حضرتك مغير سمام او عنده عضرة القلب ضعيفة فاقدي البصر لعين واحدة بينضربه من دول الاعاقة من دول الاعاقة طبعا هو فقط جزء من اعضاءه اللي هي الاعضاء اللي فيها الحواس المظر الحواس الخامسة بالفعل اللي هم بيعتبرهم ما دون ذلك بتعوقوا عن العمل حتى جاءت من هنا كلمة معاف بالضبط كده حتى كمان سيادتك اللي هم عنده بعض الناس بيبقى عندها حاجة في الشبكية ضعف ابصار العصب البصري فيه مشكلة بيضافوا من دون الناس اللي عندهم اعاقة بيوصفهم هذا الامر طبعا لان فيه ناس بيبقى عندها حاجات في الشبكية بيبقى شايف الدنيا تشاش بالنسبة له اي اختيارات مهما اللبس نظرات او 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 خلاص وصل لمرحلة معينة خلاص انا بقول لي سيادتك القانون القانون موجود فيه بعض الاختبارات اللي هي الطبية اللي بتقدر توصف حالة العين او حاجات اللي بيعمل الاختبارات دي بقى مين اي مستشفى حكومة اه مقتصف بهذا الامر يعني مثلا المستشفى الرمض على كل محافظات بالنسبة للعيون بالضبط كده حضرتك بالنسبة الامراض اللي خاصة بالجهاز العصبي في معهد شايل الاطفال في البابة ده هم مقصمين على سبيل برضو الحصر ده فور اكزامبل يعني ده انا بدي مثلا لكن اي مستشفى حكومي عنده استشاري في التخصص يقدر يخرج له تقرير عرف انه بتعمل لهم كوميسيون طبي الكوميسيون الطبي دوت لما بتدي احد الحقوق او المميزات لنص عليها القانون النهاردة مثلا الكوميسيون بتعمل حد عايز يشتري سيارة من السيارات المجهزة لزوى الاعاقة حد عاوز ياخد شقة من شغل الاسكان الاجتماعي عايز ياخد المعاش بتاع والده او المعاش بتاع حد يستحق ليه فاول حاجة بتطلب منه هو انه بيعمل تقرير في كوميسيون طبي من المحافظة اللي هو عايش فيها تقرير الطبي ده بيوصف الحالة بالزبط هو عنده الاعاقة ايه والنسبة قد ايه كاليني بقى عشان يعني ما نهربش من بعض من الاسئلة لانه الموضوع شائك وموضوع مهم جدا خلاص بنتكلم كده تقريبا في تلت الشعب المصري معدل تلت الشعب المصري فاذا انت مش بتخاطف فئة بالهين اهمالها احنا بنقولي التلت ده عليك شخصه لكن انت حياتك لو ضفت معاه الاسرة بتاعته سواء الاب او الامة او حلو اوي اللي انت قلته انت قلته لانه عائل لاسرة بالزبط فانت بتكلم عن النص يعني منكمل ما يقترب من النص بالزبط كده يا فاند ما يقترب من النص او اربعين او خمسة واربعين من الاشر لانه عائل فبالفعل لما يكون العائل عنده اعاقة بتعوقه عن العمل يعني بشكل سليم فبيأثر بالتالي على اسرته مرتبط بالاب او بالامة او بالزوجة او بالاولاد كل دول بيخشوا تحت زمرة ان هما دول اللي محتاجين بزول العائل اللي هو العائل بتاعته ان هو رب اه رب هذه الاسرة مثلا طيب زقم كبير لقد انت خليني هقولك على حاجة حتى لو ما كانش رب هذه الاسرة وان كان فرض من ابنائها هي الاسرة بتتكبت برضو غصبا عنها مسئولية معاناة منها تشيلوا من اعباء مادية ونفسية وغلافة حضرتك احنا في بعض الاحيان بنشوف الاسر بالنهاردة لما يكون عندها طفل عنده زوج اعاقة بيستخدم كرسي متحرك النهاردة فبينزل الوالد او الوالدة بيوديه لحد المدرسة بزرط بزرط بيطلعه الفصل فوق فهو حاجة يعني الحمد لله يعني وربنا يعين الدولة حتى كمان في هذا الملف والكلام ده اللي احنا بصنا عليه لان احنا شرقنا في الجانب لجنة اضامه الاجتماع في مجلس النواب في دورة الفين وخمستاشر ان القضية بتاعة الزوج احتاجة تقصد بص عليها انها قضية امن قومي مهي بالفعل لان انت لكانية نصف الشعب المصري بالزابط كده قومي طبع فانت النهاردة بتقدر توظف الشخص اللي انت دوت لو ما اخدش حقوقه او ما اخدش المميزات او انت ما حططوش من ضمن الناس اللي بتشملهم الرعاية تاعت الدولة ممكن بياخد اي اتجاه ان هو يطلع مخرب يطلع اي حد يستخطبه لأي طيارة من الطيارات الموجودة صح فالنهاردة الدولة مشكورة من اول الفين واربعتاشر في الدستور ابتدى يتحط زاو الاعاقة في المشهد لكن في دستور الفين واثنشر ايام الاخوان ما كانش الشكل اتذكر في لجنة الخمسين انا اللي غافل ده انا بشكر مجلس الشعب السابق وبشكر السيد الرئيس على رأسهم باقرارهم قانون يدخل فئات مهمة جدا 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 من فئات اهملها المجتمع المصري كله عشرات ومئات السنين انت حتى كتتخيل اللي احنا في الفين وحدواشر بعد سورة يناير ان احنا لما جينا عملنا الدستور اللي هو كان يستفتي عليه ايام الاخوان ان ارضه حتى في هذا الدستور اللي احنا بنتكلم عنده بنود دستورة عمل برضو كان جي على حق زوال اعاقة او غرفة لحقهم اه اه اذا النهاردة دخلت ده الفين وطمانتاشر اذا كان ما قبل ذلك كانت الناس غفلة في ظل العصور السابقة انت النهاردة اللي زي ما كانت شغالة يا فندم احنا كان بيتبص على الامر انه هو موضوع من انواع العطاية او الهبات صح وكأنه بيمنحوا حق مش حقه اه المسؤولين في الدولة لهذا الملف ان احنا النهاردة بنديك يعني حاجها وبالك يمكن على الهوى واحنا برنامج خدمي والناس تعلم ده كويس جدا وان احنا اه بنعطي كل زي حق حقه ومن كان مسؤول مقصر او مسؤول اه متعاطف ومتعاون مع المواطن اه خليني اشهد بانه اه المؤسسات وعلى رأسهم السيد الرئيس اهتم بامور كتير كان فيه غفلة عنها وهي اه يعني امور وقانون اه يعني يجرم الاعتداء على المرأة وعلى الاطفال والنهاردة لما تقول لي برضو اه فئات من فئات المتحدي الاعاقة اذا النهاردة انت رايح في اتجاه مجتمعي اه متحضر يحترم كل فئات الشعب سيد حضرتك احنا بالنسبة للقانون عشرة في 2018 محدود فيه عقوبات خاصة باللي انت التعدي على واللي استهزاء بهم مش التعدي يعني النهاردة ما ينفعش النهاردة حضرتك والجاية دي كانت الحالة اللي احنا وصلنا لها الفترة اللي فاتت من حوالي ثلاثة اربع اربع خمسة شهر ان ابتدت سلبيات السوشيال ميديا بعض السوشيال ميديا يعمل يروح ياخد حالات لزاوي الاعاقة مثلا ان ولد مسك كلب وبيخوف بيه طفل عنده زاوي اعاقة فالنهاردة بيحطه على اليوتيوب عشان خاطر يعمل المشاهدات كانش في حاجة بتجرم دا لقا واخد بان سيادتك فهو النهاردة هو مش بيعرض ان الطفل بيتنمر بيه حد او ان هو حد بيعتدي عليه ده هو بينشر الامر عشان يجيب نسبة مشاهدة ويخش في الطائفة دي بعض المواقع الاخبارية وللأسف الشديد النهاردة ممكن نسى موقع بدون ذكر الاسماء في احدى قرى محافظة الغربية راح لأسرة عندهم ولد من عنده اعاقة زهنية وبيجيلوا حالات زي حالات الصرع وحالات زي حالات التشنوجات والهيجان فراح فالأب طبعا هدول الناس رفيين فالأب برابط الابن من رجلية عشان خاطر ما يخرجش لان عنده اخوات والاخوات ده في بعض الاحيان تعد عليهم كان ماسك سكينة وعايز يمسك الكهرباء فهو فقد ربنا الهامه بانه هي دي الفكرة الوحيدة فسيادتك الموقع الشيطاني انا بسيبين موقع الشيطان دي راح راح بصور القصة ان الاب بيربط الابن وبيعذبه علشان خاطر طب تعالوا اقعدوا معه انتوا وحموه فلما جينا اه اه امثلة كتير قوي ممكن خليني اكمل ومش عايز ادخل حتى في الامثلة من التعدي خليني بس ااخد اتصال الاول من أستاذة مديحة من المطارية اعرف كان رئيس اقل ان ممكن الجامع بين معشين بالنسبة لزول همم حال ده فعلا موجود ولا لسه ما تتممش عليه ولا ايه بالظل حاضر يا فندم هل رضي الجامع بين معشين واذا كان الابن مثلا برضو تشتغل في مكان وكان ليه بطاقة علاجية حال برضو من حقا انا تاخد بقى تكشف برضو بدلة البطاقة العلاجية ديت غير التأمين الصحي ولا لا حاضر يا فندم هنرد على حضرك بقى بشكرك لمشاهداتك لينا يا سيد مديحة نرد الاول على المسؤول مديحة هو طبعا لانه سؤال مهم يمكن هي تطرح سؤال موجودة عندنا على الصفحة كتير جنة في موضوع المعاش في زاوية الهمم وسيطة طبعا موضوع بالنسبة للجامع على المعاشات ده حق من دن الحقوق اللي اقارك قانون عشرة ان الشخص زاو الاعاقة اللي هو عنده حد لمعاش الاب او الوالد او الابن او الزوجة وهو حتى لو متوظف في الحكومة من حق ان هو ياخد المرتب بتاعه مع المعاش كامل بدون الاقتناص منه او من الاشخاص المستفدين تاني من نفس المعاش يعني مثلا هو عنده مرتب بتاعه هو شغال من الخمسة في المية ضمن المؤسسة فبياخد والدته بتاخد معاش والده مثلا متوفه هو بياخد نفس المعاش بتاع الوالدة بالزبط زيها زيه بالزبط ما بينما تقصي من حقها يعني هي لو بتاخد معاش عن زوجها اه الف جنيه فهو كمان يحصل على الالف اخرى ياخد على الالف تانية واخد بالسيادتك بدون هي ما تنتقص منها اي شيء الله وكمان في حاجة تانية ده افزال القالون الجديد ايو فان ده انا اللي حقوله لحضك الخطوة الجاية انت حضك هتستعجب ليها يعني ان هو لو عنده اكتر من معاش لو عنده خمس معاشات ست معاشات عشر معاشات ما لا نهاية من المعاشات انه يقدر يجمحهم كلهم مع بعض ويقباضهم بدون حد اقصر الله يعني لو وصلنا لو عنده خمس ستة خمس افراد في الاسرة عنده بيحصلوا مع معاشات الله رجل الخواطر والرحمة فبياخد المرتب بتاعه مع هذه المعاشات بدون حد اقصر فده من ضمن الحاجات اللي القوانين اللي احنا بنونا عليه القانون ده قانون عشر ستة ستة فتة ومنتاشر ده تمت به الاشادة في منظمة الامم المتحدة امم المتحدة مين ده قانون رحيم ده ده عايز اقولك اقسم بالله بقى افاجأ عيون بالامور اللي حضرانك بتقولها فالنهاردة هو ممكن النهاردة ياخد المعاشات كلها بدون ما يتقسم من الشخص المستفيد منه طب وبالنسبة لجزء العلاج بالنسبة لجزء العلاج هو المفروض ان شاء الله ان مزارة الصحة مع مزارة التضامن المفروض انه يبقى فيه عملية تعاون مشترك لحصر الاعداد بتاع الزاو الاعاقة وإصدار بطاقة علاجية ليهم خاصة بيهم انهما يقدروا يحصلوا على الخدمة الصحية بدون بمجانية هو مفروض انه ده هو معفي من قطع التذاكر في المستشفيات اه اصدق من المواصلات الامتيازات ده على المحكوم على المكالم على المستشفيات انه هو انه رضا معفي من انه ويدفع ايه اطع كشف اه نعم انا خليني ده جزء امتيازات لسه يعني هروح له لاحقا بس خليني سؤال بيراودني ويمكن جايلي برضا على الصفحات كتير اه بيقول لي انه المتحدي العاق او المعاقين اه اللي بيعينوا بنسبة الخمسة في المية لدى الهيئات اه الناس بتقول لي على فكرة هما بيتعينوا على الورق بس بمرتبات قليلة قوي وما بيروحوش اشغالهم وما بيمضوش حتى حضوروا انصراف وهما معينين ورقيا وطبعا الحالات دي كانت موجودة وفعلا لا لا ينكر احد هذا الامر ان في بعض الحالات من زوال اعاقة اللي هو عنده كرسي متحرك او ان هو كفيف فبعض الشركات بتقول لك انا استوفي نسبة الخمسة في المية لانه بيحصل عليه تفتيش من القوى العاملة ايوة هل هو استوفي النسبة اللي هو ما استوفيهاش فبالنهار ده بيجيب اه بمعنى النهاردة ان انت هتعادتك هتعين حد من زوال اعاقة في المصنع او في الشركة هيحصل تفتيش من وضعات القوى العاملة مع المجلس القوى مش قول العاقة ان الشخص فعلا اللي بياخد المرتب دولي تبعينه موجود في مكان العمل وبيمارس عمله الطبيعي يبقى انا ايه لازمت ان انا بقول النهار ده دمج بمشاركة زوال اعاقة زي كنت انا هعاده في البيت وديله المرتب وياريت حتى لما بيقعد بيديله المرتب يليق بحالته بزبط بيكلموني وبعتلينا عن صفحة انهما بياخدوا لحد الادنى مية ومية وخمسين جنيه يعني اخر رقم وصلنا له خمسمائة جنيه بياخدوا الشخص زوال اعاقة وهو قعد في البيت ما بيشتغلش حاجة خالص وبيعط وبعد كده بيعملوا هم عمالة استبدال وإحلال يعني قعد تدوت ويجيب ناس تانية فاحنا تلافين هزا الامر في القانون الجديد لأ انت هتعين طب خليلي برضو اكون يعني برضو رحيم بالطرف الاخر النهاردة انا مصنع وعندي معاقين متقدمين للعمل عندي وانا مش هعرف كمصنع مثلا 10 جالون تمام ومفروض علي في القانون عمالة بنسبة 5% تمام وانا مش هقدر استفيد منهم اعمل ايه سيادتك احنا قلنا ان احنا في حاجة سماش هاتي تأهيل بيحصوا عليها الشخص ده والعاقة يعني النهاردة المصنع النهاردة هفترض هدي مثلا النهاردة مصنع شغال في خراطة المعادل ايوة مش هينفع النهاردة ان انا اجيب له حد قاعد على كفيف وقل له عينه بالزبط لا يا فندم انا النهاردة الشخص اللي هو هيشتغل في المصنع بتاع الخراطة ده على الاقل بيكون واخد متضرب على شغلة المعادل في بعض المراجز التأهيل المهني واخد الشهادة القريبة من المجال من المجال فبالتالي من حق المصنع يختار من الفئات المعاقين يعني ده مش فرض لا يا فندم هو بيختار النسبة بالمتوافقة مع ناشاط العمل اه انا قلت بياخدها فردا عليه من المعاقين يعني انت حتى ذكرت مثال وهو كفيف انا النهاردة مش يعني يعني تصنيع مجالي تصنيع هاخد كفيف هيضيف لي ايه ما هو لازم يكون بيضيف برضو للمجتمع معا وحنا هقولنا سيادتك هو وفور شهادة تايل يعني مثلا انا ضربت المسأل بالكفيف الكفيف النهاردة بنضن الوظائف اللي هو اهل لها وبياخد دورات تدربية فيها انا هو اشتغل كول سنتر صح رد على تليفونات بسيادتك النهاردة شغال في شركة زي مثلا شركات الاتصالات الاتصالات كلها اه اي شركة بيتقدم خدمات للمستهلك بالنهاردة لها كول سنتر بيتصل بالنمرة مركز المستهلك كل دي ليه عدود ساخنة بيتصل بيتصل بالتليفون الشخص طبعا زوال اعقل وعنده اعقل بصري بيرد وتبقى اللي هو اتقلو في الدورة التدريبية اللي خدها صح في المصنع عنده وإيه سيادتك على كده بقى على كل المجالات بالنسبة للناس اللي هم عندهم اعقل سامعية النهاردة هو ممكن النهاردة بيشتغل في بعض ده يقدر يصنع على انه شايف يقدر يصنع فيعني احنا بنقول ان احنا كل نوع من انواع العقل بتقدر توظفه طبقا للتأهيل رخر اشترطنا اشترطنا ان احنا الشخص زو الاعقل لما يجي يتعين في المكان لازم تكون معاه شهادة التأهيل بتوصف حالته وبتقول في نفس الوقت الاعمال امكانية الاعمال التي يقوم بها اه امكانية توظيفه في ايه تقدر توظفه صناعة ولا تجارة ولا زراعة تقدر وبيبقى فيه متابعة عليه فيه متابعة فهو ده المتابعة دي بقى جاية من منزارة قوة العملة بتيجي من قوة العملة وفي بعض الاحيان من مجلس القوم الشؤون العاقة اللي احنا بننادي عن طريق بنانيك حضرتك النهاردة انه احنا للاشخاص زي والاعقة حتى وقتنا هذا اه لنا حقوق ولنا امتيازات ما حصلناش عليها علشان كده البرلمان المصري في الدورة اللي فاتت في الفين وخمستاشر اه البرلمان اقر اعادة صياغة القانون اللي بيحكم مجلس القومي وشؤون العاقة وحط بعض الضوابط لنظام عمله والاشخاص اللي هيشتغلوا فيه لا المجلس القومي ده شؤون العاقة ده يتبع لمن ده يتبع مجلس الوزراء مبشرة الله المجلس المستقيل المجلس القومي شؤون العاقة القومي لشؤون اللي العاقة زي مجلس القومي لمرأة اه ليه خط ساخن طبعا يعني ده هيئة مختصة بشؤونهم زي المجلس القومي للطفولة الأمومة زي المجلس القومي لمرأة زي المجلس ده مجالس جديدة مجلس ده مقر من سنة الفين واتمشرة من اول بتعمل الدستور المصري بتعدل طبعا المفروض ان هو لي يندرج من تحت المجلس بقى ده ايه فيه معظم الأمانة مثلا بتاعتكم اللي هو منت مجلس أمناء مدينة ستة اكتوبر كلكم تتبعوا لي ولا ده الهيئة لوحدها المجلس الأمناء في المدن الجديدة كل المدن الجديدة اللي هي طبع وزارة السكان والتعمير وهيئة المجتمعات الأمناء الجديدة بيتعمل المجلس الأمناء دوت من السكان والمستثمرين الموجودين في المدينة حالي علشان يشوفوا مشاكل المدينة في اقتار بدلا بديل عن عضاء المجلس الشعبي والمحلي اللي هو في الأحياء اللي هو رئيس المجلس الشعبي فهو ده اللي بيبقى حلقة الوصل ما بين السكان وبين رئيس الجهاز والجهاز المعاوني دي فالنهاردة بياخد الشكوى النهاردة عنده مشكلة في شارع متسفلت في شارع مش عارف في تكسير المجلس بين بالنسبة للمعاقين كل الأشخاص اللي موجودين في المدن الجديدة إنما زوي الإعاقة ده يمكن أنا بقول لحضرتك إن هو ده السبء اللي اتعمل في المدينة ستة أكتوبر بخياطة المهندسة الشريف الشيربيني إن احنا استحادثة لجنة زوي الهمم السنة دي لا خليني بس يعني أروح للجنة زوي الهمم دي بالوقتي بس خليني أاخد اتصال من زوي الهمم أيضا الأستاذ من التحط مساء الخير مساء الفل مساء الجمال عليك حضرتك أنا من ضميات من ضميات جميل منورنا وعندي شدة نصفي سبب وأمن على السقال ألف سلام عليك يا رب ورجلي مقطوع الله عفاتك والقبض بتاعت أطعوه عشان جبت عربية القبض ده اللي هو إيه المعاش مش العبض المعاش اللي أنا كنت بقبضه قبل ما جيب العربية ده معاش إيه الأول كيف له كرم أيوة قبل ما جيب العربية قلت بقى بقى خمسين جناه منين؟ من معاش إيه؟ تكافل وكرمه أو إيه؟ أيوة ما هو كانش تكافل وكرمه قبل تكافل وكرمه كان معاش كان معاش من وزارة تضامن الاجتماع يا عادي خالص أيوة تمام جبت عربية معاقين أيوة هل جبتها ولا بعتها؟ لا معايا معايا جميل لأنه أنا أعلم وكنت لسه رايح بالسؤال للمهندس حسام إنه بيتم بيع رخص السيارات لا يا أستاذ نيا معايا إن شاء الله طيب معاك إن شاء الله بعد ما جبت العربية توقف المعاش بعدها بسنتين أنا جب العربية بلا أربع سنين بعدها بسنتين قمت المعاش بتاعي تقطع سبب القطع إنك تحصل على سيارة؟ أيوة عشان عندي زوجتي وابني ولا عندي شغل ولا مشغلة طيب وإنت بقالك أربع سنين بتشتغل إيه؟ ما ليش شغال أنا حبابك وقتا من عالس قالت آآ حصل إن شاء الله نصلي بسبب إنه خاعش شو تمام وبعاديها يعني إنت قاعد والأول قبضي بتاعي تشغل معدس بقضي طيب إنت بتصرف من الأربع سنين دول يا سيز ما بصرفش والله يعني من يود الناس طيب هاستسمحك يعني بدئاً زي بدء كده قبل الرد من المهندس حسام عليك ترجع تعاود الإتصال تاني بالكنترول يعني من فضل زمائلنا في الكنترول ناخد بيانات بس ورقم تليفون اللي بسزمت حك ونرجع نتواصل معاه مرة أخرى بعد الرد عليه من المهندس حسام معايا يا سيزمت حط أيها الشر بشكرك لاتصالك وتابعنا بس عاود الإتصال علشان ناخد بياناتك ونتواصل معاك من الكنترول من زمائلنا في الكنترول تصل بيهم مرة تانية سيب لهم بياناتك معايا تقريباً الخط قطع بشكرك لمشاهدتك وتابعنا يا سيزمت حط من دوميوب مسألة مهمة أو شائكة بالنسبالي شوية يمكن جاي لي في الإطار نفسه ده اللي كنت أسألك عليه في عربيات المعاقين وترخيصها إنما هو بيقول إن التكافل وكرامة توقف بتاعه بسيط فهنم خلينا نكون متفقين إن معاش تكافل وكرامة هو دول أقارته للناس اللي هما لا يملكون مصدر للدخل مصدر للدخل يضموا بتقروا الأشخاص زيو الإعاقة فالمفترض لما أنا بجيب عربية حضرتك إن أنا نهاردة انتفت عني صفة إن أنا الحاجة الحاجة فطبعاً النهاردة أقل العربية بتيجي لاشتريها حد زيو الإعاقة تلاتين خمسين يعني بما فوق تلاتين خمسين تمانين مية بيضافة إن أنت عندك لك مصاريف تشغيل ديها مابين بنزيمها مابين بنزيمها وصيانتها النهاردة فزي النهاردة أنا حديك مبلغ 350 جنيه اللي هو يستحق شخصي معندوش العربية ولا حتى مونسكل وأجأ أقولك النهاردة خد تشكرسي بعجل حتى بالزبط كده يا فاندي فالنهاردة هي الدولة مشكوراً النهاردة بتعمل عملية تنقيح للمستحقين للمعاشة تكافل وكرامة وهو كلام منطقي يعني حتى يمكن حصل وجات لنا شكاوى من هذا الشأن مثلاً في إطار آخر وهو البطاقات التموينية نعم فتلع إنه سبب رفعه من الدعم ومن البطاقة التموينية أحد الأفراد الأسرة بسبب إنه يمتلك عربية برضو فيعد ساعتها راجل قادر يعني أنا شوفي سيادتك أنت بتقولي حاجة يقولي سيادتك إحنا بنتكلم على المعاش أو بنتكلم على كده يشوف من الدولة ومن اهتمام القيادة السياسية بالأمر إن إحنا حتى الشخص اللي هو حصل على العربية زي الأخي ما بيتكلم وكان بياخد معاش تكافل وكرامة فخامة الرئيس النهاردة أصدر توجيهات لوزارة التموين إن الشخص من زاوي الإعاقة من حقه بطاق التموين بغض النظر عن مصدر داخله قد إيه وبغض النظر هو يمتلك كام إيه إزاي دعش موضوعنا أوه بالزبط كده وريد طاق التموين ما دا يأكله يشرب بالزبط كده فعن نبو بيتعمل كشف بالنسبة للأشخاص زاوي الإعاقة فوش فسيادتك الاهتمام جاي منين كشف بالحالات الموجودة بالأسامي وبيوصل من مدرية التموين اللي خاص فيها في المحافظة لمعالي وزير التموين بيوقع عليه بنفسه إصدار البطاقات الله بغض النظر النهاردة النهاردة هو حتى لو بياخد معاش 10.000 جنيه أو عنده 3-4 عربيات أو عنده 4-5 شؤة لكن الدولة النهاردة بتقول لا دا ليه بطاقة التموين يستحقها بدون شروط وبدون أي حد أقصد الدخل أثارني موضوع العربيات وعربيات المعاقين هسألك عليها بس ياخد ابتصال من أستاذ محمد الأول مسائل خير أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله حضرتك أنا معلش أنا اسمعت البشمهندش حسين بيتكلم إن هو ممكن موظف بس معاك ممكن ياخد معاش أبوه تمام دا فعلا موجود حضرتك في القانون الجديد دا موجود في القانون الجديد يعني أنا حضرتك أنا موظف وباخد قابل ما ينفع بدك أخد قابل والدي أنت عندك عاقة؟ آه عندي عاقة عندي شير الأطفال تمام تقدر تاخد معاش والدك؟ أنت قدمت على المعاش وحد رفضه قبل كده؟ لا والله أنا أول مرة أسمع من حضرتك من البرنامج فأنا أقعد كده باتفرج على قناة الصحة والجمال أنا أول مرة صالح أتفرج على البرنامج دا معلش أول مرة أتفرج على البرنامج دا يمكن يكون من رزقك يمكن يكون من رزقك أنك تفرجت في نفس الوقت الزمان أنا ممكن أسأله سؤال هيسألك بس مواندس حسام سؤال أنت حضرتك طلعت بطوعة الخيامات المتكاملة؟ لا ما طلعتهاش والله الله أنت سيادتك ما تعرفش أن فيه قانون خاص بحقوق زوى الإعاقة وأن من ضمن الحقوق دية أن أنت بيطلع لك بطوعة زي بطوعة تموين اسمها بطوعة الخيامات المتكاملة بتاخدها من المكتب حضرتك أنا موظف غالي ستة عشرين سنة بسبب الإعاقة اللي عندي دي إن شاء الله الأطفال وأول مرة في حياتي أسمع الكلام دا والله ما أتبعتش معه ما أحنا بنقول إن دا دور الإعلام والحمد لله إن قناة الصحة وجمال من ضمن القنوات المتبنية هذا الأمر وأنا بشكر للقائمين عليها إن دي طبعا راح نعملين سلسلة في هذا الأمر في القناة حضرتك أنت المفروض أن أنت بيطلع لك بطوعة اسمها بطوعة الخيامات المتكاملة أنا عشان وقت البرنامج بس هقول لحضرتك أن أنت بتحصل عليها عن طريق كشف طب من مستشفى حكومة عليه ختم النصر بيوصف الحلل عند حضرتك تمام؟ حاضر وتوصل لمكتب التضامن الاجتماعي التابع لمحل سكن حضرتك أنت عندك الإعاقة في رجل واحدة أو في الاتنين؟ لا رجل واحدة رجل واحدة دي مرحلة تانية إن شاء الله هتبتدي في شهر تانية اللي جاي المهم عشان خاطر نختصر في الكلام حضرتك بتعمل التقرير وأنا بأكد عليك من مستشفى حكومي عليه ختم النصر بيوصف الحلل بتاعت حضرتك وبتوصل لمكتب التضامن الاجتماعي اللي التابع للمنطقة عندك بتقدم الورق دوت بعدها بحوالي 45 يوم بيصدر لك بطوعة الخيامات المتكاملة اللي عن طريقها تقدر تجمع المعاش بتاع والدك مع المرتب بتاعك بدون حد أقصى أنا والله أنا متشكر جداً للقنادي والله يفداني أول مرة اسمع الكلام ده بس أنا مخصوص جداً لأنا من حسن حظ اللي أنا تفرجت على برنامج نفرة أحوال ده ومتشكر جداً جداً حضرتك من حسن حظنا يا محمد والله العظيم إن إحنا سمعنا صوتك وبشكرك أصلاً لإنك بتشوفنا أنا متشكر جداً مشكرك مشكرك العربيات حاجة فرح طبعاً والله العظيم قانون يفرح قانون أنا أنا قدر أسميه قانون جبر الخواطر طبعاً والله 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 لكن أنا هطلق عليه قانون جبر الخواطر لأنه أنا نفسي يعني شرح صدري والله يجب العربيات العربيات المعاقين وهو أمر شائك يعني تباع وتشترى الرخص والكومسيون الطبي فيه جوابات بتاعتك جوابات بوسي حضرتك الأولى إن إحنا فقونا في القانون اللي كان صدر قبل كده كان محدد إن يحصل عربية من زاو الإعاقة اللي عنده إعاقة حرقية كان بشترط إن هو يجيب عربية مجهزة لجهزات معينة جميل فكان بعض الأشخاص من ضعف النفوس كان بتاخد الأشخاص زاو الإعاقة وفيه سمصرة شخارين في هذا الأمر سمصرة بالفعل عندي صفحات ومن الرسائل اللي موجودة على الصفحة أسامي وعنوين السمصرة وأرقام تليفوناتهم ووصفهم عشان أبلغ عنهم ودي ما بيكت شغلة في هذا الأمر وليهم محافظات ساحلية محافظات في الجمارك بيوصل حضرتك بينزل ناس زي الكومسيونجية كده بيختار حد من زاو الإعاقة شغال مش شغال بس أهم حاجة يكون طبعا معد السن عشان يكون عنده رخصة عربية بياخده يكشفله وياخد الجواب ويديله مبلغ عشر تلاف جنيه أو خمستاشر ألف جنيه وياخد منه الجواب ويروح يبيعه لشخص عايز يجيب عربية من عربية اللي بتيجي لزاو الإعاقة المعافية ده الكلام ده كان في القانون السابق لهذا القانون ماشي ما كانش فيه ضابط لهذا الأمر كان بيعمل توكيل بيع وشيرة ويديله عربية وتوكيل إدارة صح لما جينا أقررنا القانون الجديد القانون الجديد إدى ميزة إن العربية مع فيها تمامة من الجمالك وإضاف وإضاف فئات جديدة من زاو الإعاقة لا بنراحة عليه بالفضل بنراحة على القانون القديم كان العربيات للمؤاخر ليها نسبة ليها نسبة الإعفائية فقط آه يعني عشرين ألف جنيه هو الإعفاء بتاعك بس لا قبل ما نروح للقانون الجديد خلينا ناخد أحمد الأول من أسيوط أحد زاوية الهمم هامات مصر زاك يا أحمد وسأي فل عليك إلا حافظ بعدين لسيادتك أنا كنت معاك في اليدلي فاليها بتحسنتين كيلو وقفوا لي الفيزا تكافلوا كرامة برضو فكشبت سيادتك روح تكشبت في أسيوط وكتبت الزواج تمام فسيادتك طبعا الدكتورة عندك تتموت فرض فطبعا شفنيش يا أفعوا لدها عشان أوريها لسيادتك كانت أفوالا جلاه أعلم مشوبش حاجة تمام فبغيب أروح أسك أروح أسك كنت عم تظلم تاني لأ لأ مش فاني عم تظلم فرض تاتك لأ خالص لأ بالراحة يا أستاذ زحب انت بتقول لي كنت معاك مبدئيا معاك بتزك عليها بتزك عليها سيادتك بتزك عليها فقط آه فهي مش إعاقة انت يعني دي نتيجة آه دي نتيجة الحادثة أيها سيادتك سببت لك إعاقة بنسبة كم في المية فضل آه ما دريش يقول ما دكش حال خالص سيادتك طبعا بالنسبة انت 300 فرد اللي اكتب عليهم الدكتور يعني قيتوا انتم 100 فرد سيادتك بيه ودوارك مينة كلا وانت حالي الدكتور بيه وانت مينة كلا طبعا نزح الصدواتة بالنسبة للدكتورين يعني انت قصدك يا قز احمد انهم ما معتبروكش أصلا معاق طبعا يا سيادتك بيبروس باي طب ما قاعدتش الكشف مرة تانية ليه والكنوسيون مرة تانية ليه ما قاعدت سيادتك بقى شوة اسواء وكانت نفس النتيجة ده يا سيادتك اسواء ليه بقى انت بقى عايز ايه انت الفيزة توقفت بتاع التكافل وكرامة اه ليه سنتين سيادتك سنتين موقوفة انت بتشتغل ايه وزعم اه كنت سيادتك فتح محل خرجة فرد اخدوا مني فجعت البيت وقاعد بقى لك سنتين في البيت اه بتصرف منين اولاد شغالين ربنا يصرف عليك ربنا يخلوهم لك يا ربنا يخلوهم لك ويديهم الصحة يا رب طيب تابعنا وهطلب منك تسيب لينا بس بياناتك في الكنترول ونرجع نتابع مع حضرتك وتسمع ربنا وهنتابعك بالجديد في هذا الشعر بشكرك يا استيزة احمد اه النهاردة القانون بيقولك ما اقرلوش او الكوميسيون ما اقرلوش ان هو معاق هو نتيجة حدثة على حد فهمي من الحالة ما اقرش معاق ويخد البطاقة هو ما قبل كان بياخد تكافل وكرامة قاله تقريبا وبعدين اه اه مرة اخرى تم ايقاف المعاش فيها ما هو حاندك اهنا قلنا ان في بعض المستجدات بالنسبة للاشخاص اللي بياخدوا تكافل وكرامة بيستجد عليه بعض الامر في بعض الحاجات اللي هي خاصة بالمصاريف بتاعته في ايجاب الكهرباء في المية فالنهاردة انت قاعدت سبب الاقاف اصدك يرجع لأحد الاسباب الاخرى بعيد عن موضوع الاعاقة من عدم طيب خليني بقى اسألك سؤال اخر ومش سؤال اخر هو في نفس موضوع العربيات والسيارات ونروح للقانون الجديد عرفنا انه كانت نسبة الاعفاء نسبة مئوية اصبح الاعفاء يعد تقريبا كاملا زيرو بياخرش فعل حاج خالص يعني بياخرش اي اي مصاريف او ضرائب جمهوركية على العربية فالموضوع بقى فيه كده دلوقتي مجال اكتر للمتاجرة فيه فالنهاردة بعض الاشخاص كانوا بيعملوا زي ما قلت السيادة تكسام مصرة بيروح يجيب الشخص ويعمل له كشف على الكوموسيون كشف عادي ويعمل له كوموسيون وطلع له قرار ان هو يستحق عربية ويأخذ العربية يروح يبحها لشخص ما يستحقش هذه العربية ان الشخص يسوي او اصح يا القانون الجديد لما جينا اقر احنا طبعا كل الحاجات دي كنا عارفينها وعلى علم بيها فحطينا بعض الضوابط اللي احنا نقدر نسيطر بيها على هذا الامر ازاي ايه؟ هقول له حضرتك النهاردة العربية ديت اللي هي الزاو الاعاقة اول حاجة بتتعمل فيها انها توقف عليها اي نوع من انعود توكيلات سواء توكيل عام او توكيل ادارة او توكيل خاص الاول كنت بتروح الشهر العقاري برخصة العربية بتعمل توكيل ادارة لاي شخص فما كانش في مشكلة بالنسبة لك لو وقفت في اي كمين انت معاك التوكيل لا لا لانه العربية كان في الاول لا يقودها الا مالكة مانا بقول لسيادتك النهاردة هو بس كان قصلك لا يقودها الا مالكة بس سيادر يعمل توكيل بالادارة لكن دلوقتي توقف دلوقتي اي نوع من انعود توكيلات الله تمام فكده خلاص مفيش تناصر فكده الوضع بالنسبة له خلاص فبيعملوا حاجة تانية بيعمل حاجة اسمها توكيل عام يلتف حوالين القرون توكيل عام لمفتوح فالنهاردة العربية لا يقودها لمالكها وعليها حظر جمالك لو دخل اي لجنة من اللجان المرورية المفروض النهاردة ان احنا في الكوميسيون الطبي فيه زابط من انظار عام المرور وفيه الناس من القبل قدرية فهو النهاردة بيشوف الرخصة بتاع العربية ورين الرخصة لا يقودها الا مالكها وحظر جمالك فبيطلب منه رخصة السواقة تمام ملقاش نفس الشخص ملقاش العربية بتتركن وبتتصادر العربية بيتحفظ عليها الكمين وبيبلغوا مصلحة الجمالك بالعربية بيجي صاحب العربية عشان يخرجها من مصلحة الجمالك بيدفع غمارك النهاردة بتقر ربع في المية من القيمة الجمهوركية بتاعتها يعني لو هو مثلا مئة ألف دنيا جمريكا هيدفع خمسة وعشرين ألف دنيا عشان ياخد العربية ودي أول مخالفة المخالفة التانية بيبقى العربية بتتسحب بتتضاعف وغير كده وكده بقى لو هو عنده بطاقة تموين والشخص اللي بيش هي عنده بطاقة تموين بتتوقف بطاقة تموين خلاص دل النهاردة بقى بيحذره بسبب ما يكانت الأمور كلها في مصر وجعلها ألكترونية وبيروح لقضية اسمها قضية تهريب جمريكا اللهم إذن حجن كل الأمور القانون رقم عشرة لسنة 2018 القانون أكبر من أنه يناقش المؤنس حسام في حلقة واحدة من حلقات دفتر أحوال وعدنا قبل مغادرة الحلقة ومغادرة الهوى باستكمال حلقات أخرى تضامنا مع زاوي الهيمان في مصر نفقد وعد أول قبل مشكورك وعد صريح وعد صريح إن شاء الله نكون في حلقة دانية نقدر نتكلم فيها على القانون بتفاصيله بمشاكله بالوزارات اللي هي فيها التركات بامتيازاته بعقوبات المتعدين والمتنمرين على السادة زاوي الهيمان العقوبات والعقبات والعقبات حلق العقوبات والعقبات بشكر في نهاية لقائي المهندس حسام شاكر أمين لجنة زاوي الإعاقة بمجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر بشكرك شكرا جزيلا بشكر كل مشاهدين برنامج دفتر أحوال دمتم دعما لنا ودمنا مساعدين وحلقة من حلقات الوصل بينكم وبين مؤسساتكم بشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقات أخرى من دفتر أحوال